جيمي ليه حتى هذه اللحظة الاهلي لم يعلن ضم عمر كمال عبدالواحد رسميه؟ صلاح محسن صلاح محسن حتى هذه اللحظة حتى هذه اللحظة رفض انه يطلع على سبيل الاعارة طيب قصة الاعارة دي انا شرحها في دقيقة لانه يملعبكها شوية كل نادي ليه عدد معين من الاعارات ليه عدد معين من الاعارات فالاهلي استنفذ كل الارقام فالمفروض ان الاهلي كان هيطلع ثلاث لاعبين على سبيل الاعارة لفريق فيوتشير منه متنين لعيبة من تحت السن معارضين اكتر من اسم ابرزه محمد خالد كواقا اللعب الاهلي جايبه من واحد ديجلة واحد من ابرز الواهب اللي موجودة في مصر في منتخب 2005 والتاني محمد عبدالله زميله في نفس المنتخب واحد من ابرز الواهب اللي موجودين في المنتخب اللي بيقوده كابتن واق الرياض والتالت هو صلاح محسن طيب القصة بتاعت الثلاثي ماشية ازاي انه كل اللاعبين هيمضوا على عقود جديدة للنادي الاهلي تفعل هيمضوا في يناير عفوا هيمضوا في يناير انها تفعل من بداية المسم الجديد تمام وتعتبر العقود الاديمة لا غير حيب لبقى انا هنا ما طلعتوش اعارة انا سبته وهو هيمضي على عقب لمدة 6 شهور او لمدة سنة ونص حسب اللي هيتم الاتفاق عليه مع فيوتشر هنا هو ماضي كأنه لعيب حر لفرقة فيوتشر كأنه لعيب حر لفرقة فيوتشر وفي نفس الوقت هو ماضي عقل للنادي الاهلي سيتم تسجيله مباشرة في اتحاد الكرة سواء لمحمد عبدالله احمد خالد كباكا عفوا او صلاح محسن حتى هذه اللحظة صلاح محسن رفض يعمل خطوري او بيقول هتسيبوني سيبوني بيعوني يعني شوفها هتبعوني لاي نادي انا عندي عرض من سموحة عندي عرض من سراميك لبطرة عندي عرض من البنك الاهلي طلعوني حسب النادي اللي انتوا شايفينه لكن طلعوني على سبيل البيع النهائي لاي نادي ايا كان ايه وبعدين انا اتفق بقى مع النادي يعني هو مشكلته انه حتى اللحظة دي ما حصلش اتفاق وحسم قصة صلاح محسن قصة عمر منتهية تماما كانت اتفاقات ما بين الاهلي وفيوتشر كانت اتفاقات ما بين الاهلي وعمر كمال عبدالرحي انتهت قصة منتهية مش حتى فيها شد وجذب انتهت تماما اللعابة المعارق موافقين واللي تعرض على فيوتشر موافق فيوتشر تعرض عليه تلات لعبين موافق على التلاتة هو بس صلاح محسن اللي معطر صلاح محسن هو اللي معطر القصة ومعطر اعلان النادي الاهل او معطر اتمام القصة على صعيد الورق بقى والتسجيل في اتحاد الكورة السؤال لو فضل صلاح محسن معاني نزي بيقوله كده هل في بديل؟ في بديل وفيوتشر مش معطرد عليها المشكلة كلها ان اللعابة دي تاخد رواتب عالية فالقصة لسه برضو صلاح اللي متصدر في الصورة لكن الاهل عنده بديل عنده بديل تاني عنده بديل تاني